من تونس ينضم إلينا فاروق بعسكر عضو هيئة الانتخابات سيد فاروق ما هي الموعيد المحتملة لانتخابات الإعادة؟ نعم هناك موعدين في الحقيقة لانتخابات الإعادة إما موعد السادس من أكتوبر لسنة 2019 أو موعد الثالث عشر من أكتوبر لسنة 2019 هذين الموعدين سوف يقع اختيار حديمة بناء على تطور النزاع القضائي أمام المحكمة الإدارية اليوم أصدرت المحكمة الإدارية الأحكام الابتدائية في نزاعات النتائج الانتخابات الرئاسية إذا تم الاقتصار فقط على هذه الأحكام الابتدائية ولم يقع استئنافها فإنه يمكن تحديد يوم السادس من أكتوبر كموعد لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ولكن إذا تم استئناف هذه الأحكام فإنه لا محالة ذاهبون نحو الثالث عشر من أكتوبر كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني ننتظر يومين لنرى هل ثمت تعون في الأحكام أو هل أن تلك الأحكام سوف تصبح نهائية هل هناك تخوف من تعارض الموعد المتعلق بالثالث عشر من أكتوبر مع موعد الانتخابات المتعلقة بالبرلمان؟ الانتخابات التشريعية هي محددة اليوم السادس من أكتوبر ولكن فرضية التزامن بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية تبقى فرضية ضعيفة على اعتبار أن أغلب الظن أنه سوف يقع الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الابتدائية الصادرة اليوم عن المحكمة الإدارية والتي صدرت جميعها لصالح الهيئة الانتخابية في تونس وبمجرد الطعن في أحد هذه الأحكام الست سوف نكون أمام موعد الثلاث عشر من أكتوبر كموعد واقعي لإجراء الانتخابات الرئاسية بالتالي من المستبعد جدا أن يكون الموعد متزامن مع الانتخابات التشريعية نعم هل الهيئة لها دور فيما يتعلق بالمرشح الثاني سيد نبيل القروي من حيث القدرة على إجراء حملته الانتخابية؟ طبعا الهيئة العلية المستقلة للانتخابات سوف تطلب بصفة رسمية من السلطة القضائية أنها تفرج على المترشح نبيل القروي حتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية على قدر المساواة مع المترشح الفئز الأول الأستاذ قيس سعيد نعم وهذا يحق للهيئة؟ نحن كهيئة سوف نطلب ذلك من القضاء طبعا نحن لا نتدخل في السلطة القضائية ولكن سوف نطلب من القضاء أنه إما يفرج عنه ولو بصفة مؤقتة أو على الأقل يمكنه من القيام بحملته الانتخابية ولو داخل السجن يعني القانون السجون في تونس يسمح للمترشح الثاني من أن يقيم حوارات صحفية أو عالمية مع وسائل علام داخل السجن بترخيص من قاضي التحقيق نحن سوف نطلب ذلك لأننا ضامنون للمساواة وتكافأ الفرص بين جميع المترشحين وأيضا الهيئة ضامنة لتعددية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء لأننا نحن كهيئة لا نتدخل بتابعة الحال في عمل القضاء سيد فاروق أبو عسكر عضو هيئة من الانتخابات بتونس شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر